اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وكل أب النهاردة كلنا بتهمنا صحة ولادنا وبنهتم بيها ورايحين جايين هنبتدي نعمل حلقات عن الأطفال وحاول لفتكم على قدب مقدر بس ما ننساش أنا لسه بطبيبة أنا مش دكتورة قبل أي حاجة هعملها لازم 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 وده لصحة ابنك لازم استشارة طبيبك الخاص لازم تستشيري دكتورك وتتراجعيه وتأليف أي حاجة صغيرة وكبيرة وده الصحة ومفيش ولاية صحة غير الصحيح يعني ما ينفعش نقول كلام احنا بنده أغزية وبنده أطعمة حلوة جدا فيها فيتامينز غنية جدا بمعادن بكالسيوم بروتينات بس في نفس الوقت لازم استشير دكتوري ودكتوري هو اللي يقول لي ده ينفع ابني وده ما ينفعش ابني عشان اللي ينفع ابني النهاردة ممكن ما ينفعش ابنك النهاردة واللي ينفعه بكرة ممكن ما ينفعش أنا ابني بكرة فهي الموضوع بيختلف أول حاجة لدكتور بنروح عنده بنستشيره بنسأله بنقوله يا دكتور عندي واحد اتنين ثلاثة ابني بياكل قوي ابني ما بياكلش قوي ابني مش قابل الأكل ابني ابني وبعدين لازم نتفق على حاجة الطفل المولود أو الرضيع فيش أكل مفيش أكل قبل ست شهور وسبع شهور خلينا نبقى متفقين وده الصحة بتاعه وده مش كلام زوزو ده كلام دكاترة كبيرة جدا أفنوا عمرهم عشان صحة أولدنا أو صحة أطفالنا أرجوكم خلينا نتبع إرشادات الدكاترة بتاعتنا ونمشي عليها مش نقول أصل جدتي وأصل أمي وأصل عمتي لأ خلينا نبني أساس سليم وصحيح لأطفالنا عشان نعرف نقوم بيهم مش معناها أننا نأكلهم وخلاص لأ أنا مش عايز أأكل ابني وخلاص زي ما تيجي تيجي لأ ده أنا بالعكس عايز أغزيه عايز أديله بنيان قوي من الأساس يعني أسسه صحة من الأول عايز أدخله كل الحاجات أو العناصر الغذائية اللي هو محتاجها أنا كزينب مش هعرف ابني محتاج عناصر غذائية إيه غير لما أروح عند الدكتور ويسأله وقوله ابنيه ويعمل له تحليله ويزبط له دنيته ويشوف الحياة كلها ويقول لي ابنك محتاج واحد اتنين ثلاثة فأنا همشي على هذا السيستم هندي الفكرة النهاردة أو الفكرة في اللي هنبتدي نعمله أن احنا هنحاول نزين أشكال أطباق أطفالنا مع الحفاظ طبعا مش كزينة بس مش ألوان وبس لألوان طبيعية وحاجات طبيعية وعناصر غذائية جدا بندخلهم حديد فيتامينز كالسيوم فوسفو يعني كل حاجة هندخلها الفترة اللي جاية للأكل وخصوصا للأطفال للأطفال أنا بركز عليها لأنهم هم عمود المجتمع القادم إن شاء الله خلينا نأسسهم صح وخلينا نشكل على قد ما نقدر ألوان كتيرة جدا ودايما بقولها للكبير قبل الزغير والنهار دا هقولها للزغير كمان لازم طفلي أو ابني طبقه هو محطوط قدامه ويبقى فيه ألوان كتيرة جدا لو قدرت حط له 12 لون في الطبق أحط له 12 لون بمعنى فلفل أخضر وصفر وحمر وطماطم وكوسة وسبانخ وبروكلي وسباراجوس وخص وخيار كل وبنجر بنجر مهم قوي 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 للأطفال يعني كل لما قدرت أنوع وأشكل في طبق ابني وزينه كل لما كان الموضوع هيبقى معاه حالو مع نحط برضو تحت الاعتبار أو في عين الاعتبار أنه الطفل غير كبير الطفل الزغير غير الإنسان الكبير غيرنا إحنا خالص غير الأطفال أو الشباب اللي كبرت دلوقتي يعني الطفل بيبقى عايز حاجة مبهرة في طبقه عشان يكمله ما أنا ما حط لهش طبقه زي ما بحطه لنفسي كده خضر هنا ومش عارفين ومستنين يا هيكل مني ده طفل لازم أتعامل لازم أنا أنزل لدمه يقول أنه عمره ما هيطلع لمستوى عقلنا فلازم إحنا ننزل عنده شكل عربية شكل طيارة أطع له الفلفل على شكل قلب نجمة أي حاجات بسيطة خالص وهنأكل ولادنا وهيبقى الموضوع معهم حلو قوي وصدقوني مش هيقوموا من الأطباق غير لما يخلصوها هنقدم طبق مكارونا باللحمة المفرومة طبعا الأكلات اللي إحنا هنعملها دلوقتي مش هتناسب الأطفال اللي أقل من سنة وبرضو نستشير دكاترتنا ونسألها أنا جمعت عناصر كتيرة جدا بروتين وكالسيوم وفيتامينز وكل حاجة وحديد يعني جمعت لكم كل حاجة العناصر اللي هنحتاجها والأهم من ده قبل ما بتدلكم المقادير بالزبط اللي هنحتاجها في الوصفة دي عايز أقول بس نقطة مهمة ابني بعد السنة ممكن أدخل له الحوم ممكن أأكله الحوم ودي معروفة بشهادة الدكاترة بس برضو أسأل دكتوري ابني يأكل إيه وما يأكلش إيه الحساسية ناخد بالنا من الحساسية وناخد بالنا من التحسس من الحاجة الدكتور هو الفيصل في الموضوع لما تحس إن ابنك بيتحسس من مادة معينة لازم أروح ضروري جدا أستشير الطبيب فوري على طول في صغيرة وفي الكبيرة أنا برجع أن أنوه عليها في الصغيرة وفي الكبيرة ابنك كالحاجة ولقيت كل من بيكون نفس الحاجة بيستمر بالعطس أو بالكحة أو بالترجيع أو بالدوخة أو تحس إنه همدان أو إنه حمرة طلعة في جسمه لازم أستشير دكتوري ولازم ألجأ لي في الحال ما استناش عليه لأن التحسس حاجة لو سكت عليه ممكن ألاقي حاجات تانية أنا مش واخد بالي فيها أو مش واخد بالي منها فلازم نحط نقط كتيرة جدا ونحطها بعين لاعتبار ده ضروري بلاش يا ماميز بلاش اللبن الجاموسي واللبن البلدي الحاجات التقيلة الدسمة جدا على الأطفال أرجوكي بلاش خالص ما تشربها لهمش قبل ما يتمه السنة على الأقل ويفضل بلاش الفترة الزغيرة دي حتى لو كانت الرضاعة مستمرة بس أرجوكي بلاش الحليب لازم الحليب يكون الدكتور اللي مديكي النوع بتاع الحليب اللي ابنك هيحتاجه ممكن ندخل كمان مش بس كده ممكن ندخل الأطفال كمان حبوب القمح اللي هي بتبقى بقى طعامة مختلفة للأطفال طبعا برضو باستشارة الدكتور لازم الوجبات بتبتدي من أربع لخمس على حسب يعني نعرف إن الحاجة دي مناسبة مش مناسبة ولو ابنك مكلش الحاجة النهاردة اديته زبادي ومكلوش لا أداوم عليه اديله زبادي النهاردة أستنى عليه ثلاثة أربعة يم وارجع اديله زبادي تاني أستنى عليه شوية تاني لو رفضوا أستنى عليه تاني وارجع أكلهوله تالت ورابع وعشر خليك هيدي الأم لازم تخلي بالك طويل جدا وعودي ابنك يأكل كل حاجة وبلاش تغير لهم في طعم الأكل ونوينه يأكل مني طبق الخضار المسلوق لإن أنا كنت وهو صغير عشان أكلهوله وبغير له طعمه فلما يجي أحط طبق مسلوق دلوقتي نورمال إنه هيرفضه الطبيعي إنه هيرفضه لإني دخلت فيه توابل كنت بديله من طبقي في الخباسة كده واخد لقمة كده زغنطوطة وأكلها لو لا أرجوك يخد يبالك من النقاط دي أنا بتكلم على الأطفال الردع لإن إحنا اللي بنجني عليهم من غير منحاس بلاش عشان نأكلهم الحاجة ندخل فيها عسل بلاش عشان نأكلهم دخل سكر بلاش عشان نأكلهم نقعد نحط لهم حاجات صناعية الأطفال عايزين كل حاجة بيور كل حاجة طبيعية وعليكي بالحاجة وهم ببيهات تديها لهم وهي مهروسة نعمة ويفضل إنها كمان تكون مسلوقة هنتكلم في كل ده مش عايزة أطول عليكم عايزة زين وألعب مع أطفالي أنا كمان لازم نلعب ونعمل معهم أشكال وخليهم كمان يقفوا جنبنا يشوفوا إحنا بنصنع لهم الحاجة إزاي بيبقوا مبسطين يصدقوني وبيبقى عندهم شغف إنهم يكلوها عندي في طبق النهاردة عايزة أقدم لولادي مكارونا ها أهزدق لهم المكارونا حلوة جدا من غير لا فلفل ولا مكعبة مرأة ولا أي حاجة هي رشة ملح بسيط جدا وده الطبيعي عشان التست بتاعه ما كترهاش كتير جدا احتاج زتون جزر بصل وشوية بيد طبعا بيبقى حلو قوي عشان أدي شكله في نفس الوقت أكله له خاص شبت وعندنا للتتبيلة عشان أدي طعم لللحمة المفرومة بتاعتي طبعا لحمة مفرومة يفضل إن دهنها يكون قليل خالص أو نسبة الدهون تكون فيها ضعيفة تماما عشان أزود فيها الطعم أو أديها طعم بعمل لها إيه بتبلها بالبصل والجزر وبديها رشة بسيطة خالص من إيه من الملح ما زودش لفلفل أسود ولا أعمل لها بهارات طفلك ما تديلوش بهارات خالص ولا تديله حاجة فيها توابل كتير جدا يفضل ويستحسن خليه في الطبيعي والأصلي السيسيه صحة هرجع أقول عندي هنا أهو اللحمة المفرومة بتاعتي وهياخد معاها البصل البصل أفرمه زغنطوت خالص والجزر كمان أبشره حلوة وهياخد شوية ملح أتبل بيهم الموضوع لا أقل ولا أكتر يعني مش عايزة أكتر من كده وهسي بدول احتياطي عايزة أعجنها وخايفة إنها تفتت مني هزود شوية مياه وعجن اللحمة المفرومة بتاعتي أو كور الكفتة اللي احنا هنعملها بتبقى حلوة قوي هنقدم لهم كرات لحم بالمكرونة أو مع المعكرونة من غير صلصة من غير أي حاجة عشان الحمودة عند الأطفال معدتهم مش زينا بيبقى الموضوع صعب فخلينا نلعب مع ولادنا شوية وفي نفس الوقت نديهم حاجات شكلها حلو وطعمها كمان يبقى حلو وسحية لهم ومفيدة لهم آه هبتدي أعجنها حلوة قوي هبتدي أول مخلطها حلوة قوي هبتدي أشكل الكورة بتاعتي حل خليني أشكلها حلوة قوي 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 لازم أتأكد إنها معايا إيه إنها كلها بقت حاجة واحدة بالشكل شايفين كورة حلوة جدا وجميلة جدا هاخدها ونزلها هنا هعمل واحدة كمان الحجم أنت تحكمي فيه أنا النهاردة عايزة أديله وعادي إني بدخله اللحوم الحمراء أو البيضاء أو السمك خاصة السمك المشوي اللي ما بنحطش على الظهر بتاعه أي توابل ما يبقاش متبل خالص عايزة تتبلتك حطيها تحت بس الحتة اللي فوق ما تحطيش فيها أي توابل أرجوكي وممكن تأكليه لابنك كمان ناس كتيرة جدا بتأكل أطفالها كبدة الفراخ عايزة أقول لكم آه هي فيها عناصر غذائية بس للأطفال ولا حاجة يعني ما تعنيش ولا حاجة لو عايزة تبتدي تدخلي كبدة للأطفال ما بتكلمش على شهور شهور دي انسوها دلوقتي خالص هنرجع للشهور طبعا بس مش دلوقتي لو عايزة تعملي كبدة أكلي في كبدة عادية ولازم أشوف ابني بيتحسس منها ولا لا عنده مشاكل صحية منها ولا لا فيها تحسس ولا في حساسية أفرق المين اللي هيفرق لي الدكتور اللي هيفرق لي مجيش أعمل حاجة من دماغي أرجوكم خصا للأطفال هركزوا على الحاجات الطبيعية على قدم ما تقدروا ممكن تدي لطفلك حاجات حلوة قوي كتيرة جدا يعني ممكن نأكلوا الفواكه المجففة بتبقى حلوة قوي بيبقى فيها كمية عناصر غذائية لأطفالنا حلوة جدا ومهمة جدا 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 هاخد هنا شوية من الزيت بسيط مش كتير حاجة بسيطة خالص وهبتدي أحط الكرات بتاعتي وهقلبها بالراحة خالص حاجة بسيطة ولو عايزة تحطيها في الفرن هيبقى أحلى وأحلى وأحلى معاكي طبعا الموضوع هبتدي أقلب فيها مش هسيبها عشان ما تلزقش مني الأول بالشكل ده أهو وخليها تبتدي تستوي على أقل من مهلها تيجوا نخلي اللحمة المفرومة أو الكفتة أو كور الكفتة لأطفالنا الحلوين تستوي واروح واصل وارجع لكم على طول خليكم معنا هنبدأ النهاردة في حاجات الأطفال أحبكم أول موسيقى 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 مرجعنا لكم من الفاصل طبعا عملنا الكفتة بتاعتنا أو كور الكفتة بتاعتنا الأحجام أنتم بتتحكموا فيها أنا هنا عملاها حجمها كبير وبقلبها زي ما حضراتكم شايفين بالراحة لحد دا ما تستوي عايزة أعملها في الفرن هعملها في الفرن وهنساها شوية حوالي تلت ساعة ولا عشرين دقيقة يعني عشرين دقيقة وخمسة عشرين دقيقة بالكتير وهتبقى معايا حلوة جدا عندي هنا طبع اللي هقدم فيه لأطفالي الموضوع بصل متقطع بالشكل دا شايفين أهو حلقات بسيطة خالص ما فيهاش أي حاجة سهلة قوي وجميلة جدا حلقة أحط مثلا خليني أعمل كده ونعمل كده ونعمل خليني أخد الأكبر نعمل دي طيب هنا حطيت حضرت بس اللي أقول لكم نخلي فيه واحد هو الزعين اهو بالشكل دا نحطها بالطريقة دي وابتدي أشوف الكفتة بتاعتي أخبرها إيه لحادة ما تأكد إنها استويت معايا تماما لازم أتأكد إنها بقت معايا تماما وبقت معايا حلوة جدا قبل ما تبتدي تسوي نبتدي إحنا نحضر في حاجات تانية هاخد هنا جزر عايز أقولكم الجزر ممكن أكلوا لأطفالنا بس نسلقه حلوة أوي 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 يعني لازم تسلقه حلو جدا يعني دي حاجة من الحاجات الأساسية خليني أعمل شكل ومسلس بالشكل دا ولازم يبقى عندكم طولة بال يعني يا زوزو أنت ريئة أوي النهار دا آه لازم تبقي ريئة لو عايزة تهتمي بصحة ابنك ما ينفعش قولي لي أصل لأ ومعنديش وقت لده نوفر وقت حتى لو يوم في الأسبوع نديله طبق حلوة أوي يبقى عارف نديه المكافأة بتاعته لما ييجي ويعمل معانا حاجات حلوة أو يسمع كلام أو أول إن الأطفال بنأسسها من الأول في كل حاجة حتى في التربية حتى في العادات اللي احنا عايزينها بنحاول نعودها على قد ما نقدر عندي هنا رحمة سلام عليكم على زيك شيء زينب زيك روحي عاملة إيه بحب حريتك جدا وأنا بحبك وقوي قوي قوي والله العزين في غالية قوي عندي والله يا رب يخليكي تسلميني يا رب يخليكي وموريني ممكن بس سأل حدريك سؤال آه طبعا عنية لتنين تسلمي رب أنا يخليك عايزة أنا عندي كرشة من العيد كرشة داني أه بس أنا ما غسلتاش كنت عبانة ساعة العيد فأمامتي جابت هالي وحطتها في الفريزر ما عرفتش أخسلها من غير ما تتغسل أو فأنا طلعتها عشان أعملها أنا أصلا ما بحبهاش أو فعايزة أعملها بس رحيتها وحشة قوي مش عارفة بطرحة أخسلها بقي عشان رحيتها تروح وكده طيب هقولك أول حاجة بصي غلط كبير جدا أننا نسيب الحاجة بكل الفضلات اللي بتبقى فيها وخصوصا الكرشة لأن دي البطن أو الضوارة كيف ما كنقوله لازم تتنظف كان مفروض أنها تتنظف ساعتها ممكن أقولك نظفيها وتنظفيها إزاي ولو عايزة تنظفيها ممكن أقولك بس نصيحة مني دي تتخلصي منها على الفور لأنه كل الفضلات اللي فيها أكيد حتى لو هي في المجمد وفيها بكتيريا ممكن تعيش في الفريزر عادي جدا بتتسرب للجلدة نفسها بتاعتها يعني الليها نفسها فما بتبقاش صالحة للأكل يفضل أنها نتخلص منها تماما ده الأحسن وده الصحي صراحة وما تعمليش ده خالص 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 يعني حتى لو ظروفنا إيه نحاول على قد ما نقدر بعتذر منك جدا بس نفسي أعملك حاجة حلوة وتبقى مفصوطة بيها بس مش عايزة أضرك يعني دي أمانة ومش عايزة أبقى ضرر لكي هنا الكفتة بتاعتي آه هاخد أول واحدة الله هاخدها بالشكل ده واخد التانية كده أيوا كده دي فضل لها شوية هنا خلينا نحطها هنا أوريكم في واحدة الأول هتلاقوني باشتغل بإيدي آه وانتو كمان اشتغلوا بديكم احنا لابسين جلاس ومزبطين الدنيا ومعقمينها وحلوة أوي 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 خصوصا للأطفال عقمي إيديك مرة واثنين وثلاثة وعشرة واربعة هبتدي أخد الماكرونا أنا بأكله خص بأكله لحمة بأكله بصل بأكله جزر بأكله ماكرونا يعني بتديله كل الحاجات اللي هو ممكن يحتاجها كل الحاجة اللي ممكن يحتاجها طفلك انتي بتديها له كغذاء وفي نفس الوقت بنشاهيه في الطبق يبقى مبسوط به جدا ونتديله كميات مناسبة برضو عايز أتكلم في نقطة إنه ناس كتيرة جدا بتقول يا زوزو طيب أنا ابني مش بياكل كتير وضعيف هرجع أقولك على الدكتور على طول عدل يعني وشك والدكتور يعني ما تفكريش في أي حاجة غير إنك توصلي للدكتور بتاعك وتقولي له ابني مش بياكل خالص خالص هحط هنا زتونية وهقلبه شوية كده عندي عشان عايزة في النص كده واضح صح معاكم كده يبقى صح ولا إيه شكرا هاجي هنا هاخد حتة طرية خالص وهعمل فيها بالجزر كده واتأكد إنه سبته حلوة قوي وآجي بوسوا حاجات بالك طويل قوي 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 لازم يبقى موجودة أنا شايفة دي مش مظبوطة عايزة أيها أظبط هكده قوني يجي هنا مثلا خليلي أخدها بالشكل ده باخد شريح من بياض البيض رفيع جدا وبالطريقة دي يعني بتدوريها على قد ما تقدري بنعمل بيها إيه؟ بنعمل بيها عين لطيفة وحلوة ومش هتحتاج أي حاجة هوريكم هنعمل فيها إيه دلوقتي عشان نمسكها آهو 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 آهي هاخد برضو الزتون وهكمل فيها طبعا نقود نلعب وصول بحب الحاجات دي جدا والآخرة طلع لكم بشكل حاجة تانية خالص الحاجات اللي بتتفضل كده ما بتتهدرش إحنا بنعمل بيها أي حاجة تانية سلطان قطع بقى سلطانينا إحنا نعمل بيها اللي إحنا حبينه براحتنا خالص يعني دي حاجة بتاعتنا إحنا عايزة أمسكها كده أيوة كده عايزة أمسكها عشان أركب فيها الأول دي وفضل لنا واحدة زغان توطا بصوا على قدم ما أنا عايزة أشتغل بإيدي على قدم ما لازم نشتغل أولادنا بالجلافز عشان نبقى ضمنين أنا مورياكم كده ولا لسه برضو طب حلوة أوي 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 في عين مش مظبوطة أيوة كده عودة بص طيب أنا هكمل بالشكل ده كل اللي هعملوه هطلع فاصل وهرجع لكم على طول خليكم معنا رجعنا لكم الفاصل طبعا أنا عمالة أهو والجلافز بيزحلق وكبس يلا أهو تعالوا نعمل لولدنا يعني هنعمل لولدنا اللي إحنا عايزينه هنخلص لهم كل حاجة احنا عايزينها بشكل حلو جدا وهتبقى معاهم حلوة قوي 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 طبعا أنا لسه أعمل كده بس وشيل ده وهنزبط لهم حاجات بسيطة خالص يعني نفنش لهم حاجات سهل قوي عندي هنا شوية جذر طبعا بالشكل ده ناخد زيتون طبق حلو قوي طبق متكامل من كل حاجة يعني في كل العناصر اللي ابنك هيحتاجها مش هتحتاجي تأكليه خلاص هي واجبته هي الغداء بتاعه هو الغداء بتاعه مش هتحتاجي لأ ابني ما كلش ابني ما عملش لأ مش هيقوم غير لما يخلص لك الطبق بتاعك مدام يسر سلام عليكم طب اقول ايه يعني يعني ده ده اولا الولاد مش هيردوا ياكلوا الطبق هم هيقودوا يتفرجوا عليه مدلعهم اي لا يستحرموا ان هم يجرحوا يا زوزو من جماله حبيبة قلبي ايه يا حبيبتي قوليلي بس انت اصلا ايه فلون جميلة ولا فنانة ونندلع ندلع ندلع ولادنا شوي بس حبيبة قلبي تسلم ايدك تسلم ايدك يعني كله دلع وفي نفس الوقت مواد غذائية رائعة للاطفال دي حقيقة ربنا يخليكي لي يا رب شهادة شهادة اعتز بيها من ام بس ده بالدنيه كلها ربنا يخليكي يخليلك كلولو حمودي يا رب اللهم امين يا رب اللهم امين يا رب يا امي ويخليكي لي ويبارك لي فيك ان شاء الله كنت عايزة اسألك على حاجة يا زوجي ده انت تؤمري امر ربنا يخليكي حبيبة دلوقتي فيروز حفتي تلات سنين ايوة مامتها منع عنها السكريات والشوكلة وكل حاجة تمام كل حاجة البنت بتصعب علي قوي انا كجدتها طبعا بتصعب علي طب هي حرماهم منها الحاجة صحية لقدر الله بتقولي بتهايبر بتقولي بتهايبر اوكي هقولك دلوقتي حالا ايه الموضوع الفكرة كلها في السكريات نها فعلا بتخلي الاطفال هايبر بزيادة وخصوصا لو خدوها في وقت معين يعني مثلا لو هم ريحين النادي بلاش حاجة فيها سكريات لو هم هيناموا بلاش يعني من بعد ساعة ستة المغرب دي مفيش سكريات خالص مش هتعرف تنام منكو خالص لان ده حقيقي بيحصل الطفل بيهايبر بيبقى السكر بيدي له طاقة رهيبة جدا لان السكر عبارة عن طاقة فبيدي للاطفال طاقة رهيبة اوي لو هي هم دانة اوي اه عادي ممكن دخل لها سكريات طبيعية حلو جدا نديها عصاير فراش حاجات فراش طبعا صحيا لها احلى واحلى بكتير يا احلى مدام يسر بس لو هي الموضوع تمام والحياة تمام لا يبقى يبقى في المعقول والطبيعي كمان بيبقى احلى واحلى واحلى صراحة بيكسب ندخل لها سكر طبيعي من الفكهة اه نديها حاجات احنا ما تنسيش ان النشويات بتتحول لسكريات العيش بيتحول لسكريات البطاطس يعني كل حاجة فيها نشويات بتتحول هي عندها السكريات فلما بنزود كمان سكر فبيبقى الموضوع عند الطفل بالذات هيبارة ما بنقدرش نسيطر عليها نهائيا انا مع مامي بصراحة حتى لو هي تزعل مني بس ما يمنعش اننا نعوض الموضوع ما نخليهوش كده نعوض بحاجات طبيعية التحالب او اعشاب التحالب اللي بنعمل بيها السوشي اهي حلوة جدا مفيدة جدا للكبير وللزغير حاجة صحية اخر حاجة وتعمها حلوة جدا على فكرة نقول مين معلش سلمة سلام عليكم كلمين تاني يا سلمة هاخد منها اتنين بس الاول وقلكم هنعمل طبق حلوة قوي للاطفال وجميل جدا وهيعجبكم قوي 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 ان شاء الله هنحتاج في ايه هنحتاج في لحمة مفرومة شوية لحمة متعصجة عندك ما نتبلهاش هو البصل ونقطة زيت حاجة بسيطة وشوية ملح ما تتبلش باكتر من كده عندي بطاطس بيوري او بطاطس مبشورة بس لقها كويس قوي وبشورها عندنا كمان بيد عندي كريمة او زبادي يفضل زبادي طبعا من الكريمة عندنا كمان هنا فلفل الوان احمر اخضر اصفر الفلفل احمر اخضر اصفر هيبقى معاكي حلو قوي طبعا انا كده احنا هنغير الشكل تماما عشان في حد غير لي التقطيع بتاعة الفلفل بس اتس اوكي هنعمل بها شكل تاني يلا عندنا هنا اول حاجة باخدها باخد الجلافز بتاعي عشان الاكل ده لابني او ولادي وطبعا هناخد بيد ملح فلفل الكلام ده حاولوا تقللوا على قد ما تقدروا الاطفال ما بتاخدش حاجة فيها فيها توابل ابدا عندي هنا سباراجوس او الهيون حطت فيه شوية لون طبيعي بسيط جدا عشان يخلي الطفل مبسوط بيه او يحاول يبقى هو مبسوط وهو بياكل الحاجة باخد انا هنا الوراء بالشكل ده وبحط فيه طبقة من البطاطس البيوري واضغطها وسبتها كويس جدا معاه وبعد كده اعمل ايه كل اللي هعمله وخليني ااخد شوية هفضل انا اعملها كويس اوي اعمل طبقة واعمل طبقة من اللحمة المفرومة وطبقة تانية من البطاطس وهطلع فاصل وهرجع لكم على طول خليكم معنا رجعت لكم من الفاصل طبعا انا عمالة شغال بوس تعالوا عشان افهمكم انا عملت ايه عملت طبقة من التحالب او العشاب البحرية وكمان اهو عشان يبقى واضح معاكم وكمان عملت طبقة من البطاطس البيوري وطبقة من اللحمة وبعد كده طبقة من البطاطس وحطت عليها اتنين بيد عملتهم بيد عيون هاخد دلوقتي الفلفل بحطه على جنب اللحمة المفرومة بحط معا شوية سمسم والفلفل الاحمر بزين بيه هنا والهليون اللي انا حطيته باعد العب بقى في الحاجات التانية دي خليني اعمل هكده ايوه فانك يا زوزو ايوه كده اهو ابتدي خلينا نحط واحدة واحدة اهو زغنططين بنقطعهم زغيرين خالص ونبتدي نعمل شاموسة زغنططة للولاد هيبقى معهم موضوع لطيف جدا صدقوني بيفرق مع الاطفال الحاجات دي قوي 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 فوق ما تتخيلوا لانهم بينبستوا بيها بجد مش زينا احنا احنا بنحس انه الموضوع يعني انا عاود اعمل لابني كل دي يزوزو في الاخر ما هو الطبيعي انه مش هيكلوا لا بيبقوا ممسوطين بيه جدا وبيحبوه جدا وبينبهروا بيه جدا صدقوني بيبقى الموضوع معاهم مختلف وشكلي هرجع اقول شكلي على قدم ما تقدري للاطفال لانهم فعلا يستحقوا اننا نديهم شوية اهتمام شوية رعاية ده الطبيعي هاخد هنا برضو شوية سمسم من الحاجات المفيدة لاطفالنا جدا بالشكل ده اناس سلام عليكم عليكم سلام عليكم حبيبي كيفيه ازايك يا روحي انا ايه انا الحمد لله انت ازايك عاملة ايه انا الحمد لله انا كنت اقول لي طريقة الكريم كراميل طريقة ايه الكريم كراميل طب تسمعوا وتقولولي الكريم كراميل لعنايا الاتنين نزلهولك دلوقتي حالا اهو خليني اقشير كل الحاجات دي عشان عندنا نعمل لهم حاجة حلوة نقدمها لهم كبيرة طريقة لطيفة بالنسبة للشوكولاتات والحاجات اللي احنا بنتكلم عنها برضو هنضف الدنيا هنا مع بالما انتو تشوفوا الحاجات اللي احنا حطناها او اللي احنا قدمناها مايار سلام عليكم عليكم سلام ازايك يا روحي عاملة ايه الحمد لله اخوي عايزي يكلمك طبعا اتشرف اهلا اهلا انا بحبك اوي اعجبها بطريقة الكوكز يا روحي عنايا الاتنين احلى كوكز نعمله مع بعض ونزلهولك كمان دلوقتي حالا من عيوني تؤمر امر نزلولي احلى كوكز دلوقتي الجميل اللي كلمنا عندي هنا الكريم كرامل طبعا كمان على الشاشة اهو الكوكز كمان هينزل دلوقتي عندي شوكولاتة عادية جدا وعايزة ادلع ولادي عندهم حاجة عايزة ااكلهم حاجة حلوة يعني عايزة اديهم حاجة حلوة من الاخر هنعمل ايه والكوكز كمان على الشاشة هقولكم هنعمل ايه دلوقتي حالا 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 اهو خلينا نبقى متفقين اني انا بنحاول نزين لاطفالنا حاجات بيحبوها على قدم ما نقدر لوليبوبس نعمل لهم لوليبوبس من شوكولاتة عندنا او من كيكا نعجنها كويس قوي مع شوية كريمة ونقوم عاملنها ايه نقوم عاملنها بالشكل اللي حضرتكم بتشوفوه ده كور كيكا نحطها في الفريزر ونعملها بالشكل ده او اي نوع شوكولاتة عندك تعمليها بالشكل ده خليني اخلص الاول اهو هحتاج فيها شوكولاتات هحتاج فيها بومبوني يكون الوان كتيرة جدا لاطفال بيحبوه انا واخد هنا شوكولاتة بيدوزر او بوني وبينك اخد اللون اللي انت عايزها انا شكلت عشان انتو تحبوا اللون اللي تحبوا وتعملوا براحتكم على الاخر هاعمل كده اهو شوية اعواد نزين بيها لاطفالنا اهو كده وكده وكده نلعبهم ونعمل حاجات حلوة قوي ونبسطهم قوي 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 وصدقوني بيبستو بالحاجات دي وبينبهروا بيها يعني بيبقوا في قمة السعادة او حاجه عملتيها معاهم في البيت او عملوها لوحدهم دي حاجه بتاعتنا احنا يعني احنا اللي عارفين اولادنا مي اللي بيبسطهم بيحبوا الحوادق اكتر فهنعمل لهم حاجات من الحاجات الحوادق هنعمل لهم حاجة من الحاجات المسكرة يعني على حسب هم بيحبوا ايه او هم بينبستوا في ايه او بايه معنى اصحب ايه اعمل كده بس وابتدي مثلا هنا هاخد اهي ده الشكل ده نص ازرق وعمل كده واحدة ونعملها اها خليمي اشيدي هو اعملها هنا اها نحاول ايوا كده ايوا بالشكل ده هاخد مثلا سيه هنا الاخضر وعمل بيها كده هناخد الاحمر نحطه بالشكل ده خليني اكمل اعمل كده ونبتدي نشكل فيهم واحدة واحدة هنا بني بصي اهم حاجة يبقى الالوان كتيرة جدا نعمل لهم الوان كتير قوي 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 هنا شوكولاتة الموض اللي بتدي شكل حلو قوي اصلا ايوا كده كده ونشيل الزوايد بالراحة ونبتدي نزين فيها بالطريقة اللي احنا حبنها هنا اصفر هنا اورنج نعملها زي الطاقية بتاعة البابانويل بتبقى حلوة قوي و جميلة اهو ونعمل دي خضرة خليني اعمل الابيض كمان بيبقى حلوة بس اهم حاجة نزليلي الشوكولاتة منها على قد ما تقدري يعني خلينينا ناخد البيض شوكولات ونشيلها منها على قد ما نقدر خالص اهو بروح للازرق كتير هتلاقوني عشان انا بحب اللون الازرق اهو بينك عشان بنانيت كمان ما يزعلوش مننا ونبتدي الاحمر والاصفر ونبتدي نزي نهلهم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده هينبستوا بيه النهار ده كانت حلقتنا عن الاطفال عملنا حاجات كتيرة جداً بتبقى لطيفة للاطفال ممكن تشوفوها انتوا فيها شغل كتير بس يصدقوني بتبقى حلوة جداً جداً لولدنا اه نرجع للدكاترة في كل حاجة نديهم كل الحاجات اللي هي نقصهم بعد كده هنبتدي نقدم للاطفال اكلات هما يبقوا مبسوطين بيها وعايزينها وتكون غنية جداً هنتكلم عن كل حاجة تخص الطفل عايزة اعمل دي ومش عارفة اعملها هنا ايوا كده وان شاء الله يا رب بتنال رضاكم بحبكم قوي شوفكم على خير في حلقة جديدة بصحة والراحة برعاية الرحمن موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة